من أروع ما تحلى به ديننا الحنيف أنه دين ينظم العلاقة بين الخالق والمخلوق وبين الخالق ونفسه وبين الخالق وقرنائه من البشر وهذا ما نصوغ فيه حوارنا الآن إن المبادئ الأساسية في جانب الصلة بالنفس أساس وضرورة حتمية على الدعاة أن يفهموا كيف يكون التعامل مع النفس إذ إن الدعوة إلى إعطاء النفس البشرية من أهم ما جاءت به تعاليم الإسلام إعطاء النفس البشرية حقوقها الكاملة سواء منها الحقوق المعنوية أو الحقوق المادية الحقوق المعنوية هي التي تجذب الإنسان إلى دركات ربما يكون فيها حتفه ولذلك جاءت مبادئ الإسلام التي تربي في الإنسان معانيه وتربي في الإنسان روحه كما أن من تلك المبادئ ما يهتم بالجوانب المادية في الإنسان لماذا؟ لأن نزعات الروح دوما إلى المادة بكل أشكالها يقول تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها انظر الآية الكريمة تجمل لنا طبيعة التعامل مع النفس والمبدأ الأساس في بنائها المرء ينجح عندما يتقي بنفسه مواطن الفجور وينجح أيضا أيما نجاح عندما يسلك بنفسه إلى مواطن التقى والورع وقد خاب من دساها أي من دس نفسه في مواطن الهلكة وفي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولنفسك عليك حقا ويقولها لهذا الذي تحامل على نفسه فحمل عليها في العبادة فقال النبي إن لنفسك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا أيضا الدعوة إلى الاهتمام بواجباتها وأداء وظائفها فليست النفس البشرية ذاك الحيوان النهم الذي ينعم بالخيرات ويترك الواجبات أو تلك التي تسير وراء فلك الشهوات والرغبات ولكنها تلك النفس التي تعطي لكل ذي حق حقا ففي الواجبات تؤدي ما عليها وفي الحقوق تأخذ ما ليس يشدها شدا إلى المواطن المهلكة كذلك من المبادئ التي جاء بها الإسلام المبادئ الأساسية في جانب الصلة بالآخرين ما أجمل المرء عندما يربي نفسه أولا ثم يتعامل مع الآخرين بخلق الإسلام إن من بين تلك الجنبات التي ينبغي أن يسير فيها المرء في التعامل مع الآخرين أن يبدأ بأهله وذويه وفي مقدمتهم الوالدان بر الوالدين وصلة الأرحام والعناية بالأهل والأولاد قالها ربنا تبارك وتعالى وهي أساس من أسس ديننا القويم يقول ربك تبارك وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَيَقُولُ فِي هَذِي الْآيَةِ وَأَوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ المرء يبدأ بأولي الرحم وذويه كما أن الحق تبارك وتعالى أشار إلى بناء الجسر القوي في التعامل مع المقربين وهم النفس والأهل يقول ربك تبارك وتعالى النفس البشرية يجب أن تتقي النار بكل مفرداتها من المبادئ الأساسية في جانب الصلة بالآخرين الدعوة إلى حسن الجوار يقول ربك تبارك وتعالى إن الإحسان إلى الضعفاء واليتام والمساكين والرحمة بهم أهم مبادئ الإسلام وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وختام الآية يدل على ما تتضمنه من معنى إن الاختيال والفخر لا يتنوى الافتخار بالنفس والافتخار بالمال على حساب الأهل والأقارب والفقراء واليتام والمساكين ليس ذلك من سلوك المسلمين وإنما من مبادئ الإسلام التي أرساها الرحمة بهؤلاء جميعا نصوص كثيرة في هذا الجانب لكن ما ذكرناه فيه الكفاية كذلك من المبادئ الأساسية في التعامل مع الآخرين الدعوة إلى التآخي والتعاون والتعاطف والتحاب بين المسلمين إن الأخوة هي التي تشد من أزل الإنسان وتقويه التعاون يعمل على تقوية الروابط التعاطف يقوي من سلوك الناس ويقوي من سواعدهم أما الحب بين الناس في الله عز وجل فهو أساس من أسس هذا الدين يقول ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ختام الآية يشير إلى أن في الأخوة الصادقة وفي الإصلاح بين الأخوة عندما ينشب بينهم ناشب أو ينزغ نفس بعضهم هذا سبب من أسباب الرحمة لعلكم ترحمون أي إن أحسنتم فيما بينكم وتآخيتم وابتعدتم عن مواطن الخلاف كذلك من المبادئ الأساسية الدعوة إلى بدل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول ربنا تبارك وتعالى والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن التواصي بالحق والتواصي بالصبر إنما هي مبادئ الإسلام التي أرساها الحق تبارك وتعالى بين المؤمنين وأقسم الله عز وجل بأن الإنسان الفالح الإنسان الناجح هو ذاك الذي يؤمن بهذه جميعا أما ذاك الذي يخسر دينه ودنياه فهو الذي يميل إلى حب النفس ورغباتها تلك ما بعض مبادئ الإسلام في أسس التعامل مع الآخرين يقول حق تبارك وتعالى أيضا هو يؤكد على هذا الجانب وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الفلاح كل الفلاح في اتباع ما جاء به الإسلام من أمر بالخير ونهي عن المنكر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم